تعد عائلة Redmi Note هي أحد أشهر عائلات الهواتف لدى العملاق الصيني شاومي ومع إطلاقها لأحدث إصدارات هذه العائلة Note 11 قررنا أن تكون تجربتنا لـ Note 11 S تجربة مطولة لمدة شهرين كهاتف الرئيسي لنرى مدى اعتمادية الهاتف وأبرز إيجابيته وسلبيته فألم بكم في رأي رقمي أولاً التصميم يأتي الهاتف بنفس التصميم الذي رأيناه في الإصدار السابق Note 11 وهو أنيق بسيط يحمل الخطوط التصميمية الجديدة التي رأيناها منذ نهاية عام 2021 مع خامات من البلاستيك في ظهر وإطار الهاتف بالإضافة إلى استخدام طبقة طلاء مضادة للبصمات في ظهر الهاتف أبعاد الهاتف متطابقة تماماً مع نسخة السابقة وهذا حافظ على أن تكون مسكة الهاتف محكمة بالإضافة إلى أن الخامات البلاستيكية مصنوعة من مواد جيدة زادت من مقاومة الهاتف للخبطات والسقطات إلا أن هذا لم يمنعنا من استخدام غطاء ظهر الهاتف للحفاظ عليه على يمين الهاتف نجد زر الطاقة مدمجاً فيه مستشعر البصمات السريع يعلوه زر التحكم في الصوت وعلى اليسار نجد منفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتي اتصال وكاد ذاكرة خارجي في نفس الوقت من أسفل نجد منفذ الشحن Type-C مع منفذ السماعات الخارجية ومايك المكالمات من أعلى نجد منفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعات الأذن ومنفذ آخر للسماعات الخارجية حيث أن الهاتف يدعم تقنية الصوت للسيريو إلى جانب منفذ IR بلاستر ومايك إضافي لعزل الضوضاء من الأمام نجد الشاشة تمثل 84.5% من جمالية مساحة واجهة الهاتف بها من المنتصف من أعلى ثقب للكاميرا الأمامية مع حفة صفلية كبيرة إلى حد ما من الخلف نجد أربع كاميرات مع فلاش رد أحادي في إطال ذي بروز صغير تصميم الكاميرات يحمل الخطوط التصميمية الجديدة حيث أن الكاميرا الأساسية في الأعلى مع تصميم يمنحها حجما كبيرا وتأتي باقي الكاميرات متراصة أسفلها الهاتف يأتي مقاومة بشكل بسيط لقطلة الماء لكننا قمنا أيضا هنا بإغراقه في الماء لمدة دقيقة تقريبا ثانيا الشاشة والصوت تأتي شاشة هنا من نوع موليد بمقاس 6.43 إنش بجودة Full HD Plus بدقة 1080x2460 بيكسل بمعدل كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل إنش تدعم أبعاد العرض بنسبة 20 إلى 9 بالإضافة إلى معدل التحديث 90 هيرتز لسجابة أفضل أثناء استخدام الشاشة بالأخص أثناء اللعب الشاشة تأتي بمعدل سطوع يتراوح بين 700 إلى 1000 شمعة ومعدل إضاءة جيد للغاية وكان ممتعا أن نراه في هذه الفئة السعرية من الهواتف لما يحققه من راحة كبيرة في التعامل مع شاشة الهاتف في ضوء النهار المباشر وتأتي مع طبقة حماية كورنين جوريلا جلاس الجيل الثالث وما كان مخيبا للأمال حيث كنا ننتظرها من الجيل الخامس بالنسبة للصوتيات فإن الريدزمي نوت 11 يدعم الصوت الستيريو وعلى الرغم من أنها تقدم صوتا عاليا إلى حد ما ولقد لاحظنا أن السماعة السفلية هي المسؤولة عن توليد معظم طبقات الصوت في حين أن السماعة العلوية تخرج صوتا مسطحا ما كان له أثر على أن الصوت أصبح مجوفا إلى حد ما ويفتقر إلى التعدد في طبقات الصوت ثالثا العتاد هنا تبرز أهم الفروقات فنجد أن المعالج المستخدم في النوت 11 يأتي من شركة ميديا تيك وهو هيلو جي 96 بتقنية بناء 12 نانو مع معالج رسوميات من نوع Mali-G57MC2 وستوفر بثلاثة إصدارات للذاكرات الداخلية والرامات الإصدار الأول بذاكرة داخلية بساعة 64 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بساعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR4 الإصدار الثاني بذاكرة داخلية بساعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بساعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR4 الإصدار الثالث بذاكرة داخلية بساعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بساعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4 وبالطبع فإن الهاتف يعمل على منصة أنرويد 11 مع وجهة تشغيل MIUI 13 الهاتف قد حقق على منصة أنتوتو 248129 نقطة وعلى منصة جيك بنش للنوات الواحدة 526 ولكل الأنوية 1856 نقطة النسخة التي نقدمها لكم اليوم هي 6 رام مع 128 ذاكرة داخلية قدمت لنا أداء مستقراً سالساً مع الأعمال الاعتيارية على الهاتف ومع الألعاب الثقيلة مثل PUBG و Call of Duty الهاتف أثبت أنه يستحق أن يكون موجه لهواة الألعاب ف PUBG كانت سالسة بدون تقطيع أو تهنيج أو تسقيط فريمات ومكان معدل عرض الفريمات مستقراً على 60 إطاراً في الثانية وكذلك كان الحال في Call of Duty حيث كانت الرسوميات على خيار متوسط مع معدل فريمات عالي بواقع 60 إطاراً في الثانية بالإضافة إلى أننا لم نشعر بأي ارتفاع في درجة حرارة الهاتف كنتيجة الاحتواء الهاتف على غرفة تبريد ضخمة بداخله Calling Champer بالإضافة إلى استخدام ألواح لغرافيت لتشديد الحرارة ما جعل أداء الهاتف سالساً طوال الوقت رابعاً الاتصال يدعم الهاتف تركيب شرحته اتصال من نوع نانو سيم مع دعمه لشبكات الجيل الرابع فقط أما من حيث عتادوا الاتصال فنجد أن الواي فاي يأتي بترددات الـ A, B, G, N, A, C كما يدعم الـ Hot Spot والـ Wi-Fi Direct والـ Dual Band والبلوتوث يأتي بإصدار 5 وهناك دعم لميزة الاتصال بالحقل القريب نفسي لبعض الإصدارات خامساً الكاميرات منظمة التصوير في هذا الهاتف مكونة من خمس كاميرات كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.5 تستطيع تصوير الفيديوهات بجودة Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل الالتقاط 30 إطاراً في الثانية الواحدة قدمت لنا صوراً جيدة في مختلف ظروف الإضاءة مع أداء مقبول في ظروف الإضاءة المنخفضة الكاميرا الخلفية الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 والكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 والكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 والخاصة بعمل العزل والبورتري بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع LED Flash يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بيكسل بمعدل الالتقاط 30 يطارا في الثانية الواحدة أداء الكاميرات مرض إلى حد كبير ومنافس بشدة للعديد من الهواتف الموجودة في هذه الفئة السعرية قدمت لنا صورا حية مليئة بالألوان والتفاصيل الدقيقة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة فإن الأمر كان ممتعا إلى حد كبير كمان الكاميرا الأساسية مع وضعية التصوير بالمئة وثمانية ميجا بيكسل أعطتنا صورا غنية بالألوان والتفاصيل بشكل جيد للغاية سادسا البطارية تأتي بطارية هذا الهاتف بساعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط يستطيع شحن كل البطارية في أقل من 60 دقيقة سابعا السعر يبلغ سعر الهاتف لعلى نسخة 6300 جنيه مصري أو 343 دولار أمريكي ثامنا أعجبنا ولم يعجبنا أعجبنا التصميم إحكام التقفير شاشة أموليد تردد 90 هرتز عتاد جيد ومعالج رسومية جديد منظومة التصوير البطارية وسرعة الشحن لم يعجبنا أداء كاميرا السيلفي صوت مسطح أندرويد 11 وليس 12 أخيرا رأي رقم الهاتف يعد قيمة جيدة وأداء منافسة خصوصا لهواة الألعاب ويقدم تركبة متوازنة من العتاد الجيد والخمات ما يجعله أحد أفضل المنافسين في هذه الفئة السعرية ومع الاستخدام المطول للهاتف لم تشعر بتراجع في أداء الهاتف بفضل الذاكرة الداخلية التي تأتي من نوع UFS 2.2 والرمات التي تأتي من نوع LPDDR4 محافظة على سلاسة الأداء حتى مع تحميل العديد من التطبيقات كان هذا رأي رقمي بردريد مي نوت 11 اس نشكركم على المشاهدة ولا تنسوا أن تدعمونا باللايك وأيضا فعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر